اهلا وسهلا حبايبنا متابعين القناة على هامش بالجزء 30 من اخطاء اندسية كارثية مثل ما وعدكو قبل كل حلقة رح حط تعليقاتكو الجميلة والمشجعة واللي بكبر فيها كثير واللي ما بيعرف في السلسلة منحط صور مننتقدها ومنضحك عليها شوي شكرا لكل واحد رسلني وبعث لي صورة ومثل ما وعدكو رحط اسم وحساب اللي بعث لي الصور هون او هون لا تنسوا تشتركوا بالقناة ورأيكو بالتعليقات ووصلوا هذا المقطع لمليار لايك وصلوا عنا بيا جماعة وخلونا نبدأ هاي الشجرة ما فيش داعي اشرحلكو عنها رح حط لكو الصوت وانتو لحالكو رح تفهمو شو قصدي ان شاء الله كل الامور صارت واضحة ديوان الهبيدة هذا الديوان اللي منجتمع فيه واني ورفقاتي مشان نقره ما هو يا اما هاي المروحية تبعت هليكوبتر يا اما الحيطان معمره هون بالغلط هاي السيارة اللي تحت بتذكرني بالام شايل ولادها اثنين وحفادها الثلاث اي دير بالك لا تذرط وانت سايق واو يزنم والله هالحركة لو انك قاصدها وبدك تصور وهيك ما بتزبط معك ولا هاي طل فن فن هيت شكلي اذا اني موتت قبل الامتحانة وقبل الشغل شكلي واني حاول اتذكر حل سؤال اني متأكد اني بعرفه عن جد واو واو الله يرحمها كانت تحب الصينيين يا خراكوريين والله اذا وقعت عليك هالصبه غير سصير مثل اللي ببالي يعني اني مش عارف ابو علوش بعثلي الصورة انه الحركة خطرة والله انه الصبه نشفت وبعدنا ما استخدمناهاش اذا والله اني بشوف فاضة فن شلون صابين لدراج بدون خشب ابو علوش بقول هذا احسن حلم شان ما تنسرق البسكليت واني بحب اضيف انه خرب البسكليت ولا تنسرق منك وهي البلدية مخبية دوار تحت الجسر مشان ما ينسرق كل الناس تحط حمامة سلام الا احنا منحط بقرة السلام زفتوا زفتوا وانتو امشوا عيمين الطريق مش ضروري تمشوا ع الناحة لمطعوجه اخونا باس الابو عاد البعث لي تسجيلها الصوت اسمعوا اخوي هذا واحد تركي جايب لي حمس اردين بالله عليك شوف هالمنظر السردين جايب لي اول شي الغش مال وجنسية الشغلة الثانية يعني والله مش تاجر ما بعرفش بالمواد لكن قلت لي اوارجي هالبضاعة للمتابعين وهم بيحكموا هاي البضاعة قدامك وبعث لي كمان تسجيل صوت ثاني اخوي هذا كمان ابن عمي بالله عليك شوف كمان شون ضرب البرات برضيك هالشي لا والله ما بيرضيني ليش جات يا ابن عم لباس الازلم ما امنك على البرات تروح تخرب له اياه نفس الموديل بس انتو بتحبوا الاجانب هيش بتفكر المخطوبة خطيبها بعد ما تتجوز كل هالكنادر وبتقول لك والله ما عندي اشي يلبسوا هالستيانة مازالها طرية ومورها بخير بس اذا نشفت انك عم تسمطينها بساسها شمل زلما ما عندوش كرسي يستعام بالدلو وكمان عملو دلو متنقل وين ما يروح باخدو معو يعني يا احمد بتورجيني بساس قاعدات عالسيارة يا زلما احنا الجيل اللي كنا نفصن بزر مع بعضه ونجمعهن ونوكلهن دفعه وحده اما هاي بس توعبها بساس بتعلم اللغات برمجة عادي وهسع شوية شغلات مالهاش داعي ولا بتلزمنا ولا حتى للمنظر صرنا بجزء خمسة منها يمكن مع اخونا ناصر وانتو دماغكم طبيعي ما عرفنا مش طبيعي بس انو بشكل عام طبيعي انتو جد شو خاص هاي يعني شو خاص انتو كيف تفكروا لكل حدا كان مفكر انو ميسي وكريستيانو كان لعبو شطرانج بحب اقولك انو الصورة فوتوشوب وهاي هي الصورة الاصلية كانوا قاعدين بيفطروا اني مش لافت نظري البلوكة او الطوبة انا لافت نظري شلوم ماد السيهارة ماد عربي وشلوم بديوشغلها الاسكي تبع الزمن الجميل او ايام البركة اني شايف فون خطأ فادح بس مش عارف شلوم بديو اصلكو الفكرة انو لو ايش مبلشوا العمرة من الجنب لو ايش ايش حمع القينها بالهوة مش انت بتجيب ايفون وبتتحاله فيه وهذا الزمن بتجيبوله واتحاله فيهم وعلى مبدأ ما حدا احسن من حدا شربكت هالمواثير بتذكرني لما اسأل امي شو بيقربلنا فلان اما يدكو الصورة تعرفو تكتبو اسمها كل هاظ مش كل هاظ كل هاظ انجازات بقر عرفت شلون انت شو انجزت نظامي يا عبود هذول المراحيط هيش منقدر نستعملهم بس عجبني بالصورة طلع عروق رقبة وشلون باقات لا تقول لي زيتس وزعتر ولا تقول لي لابن وسانيورا خبز ومصاري بتشبع بطنك ونفسيتك صلوا عن نبي يا جماعني بحكم شغلي بالبلاط شفت رسمات هندسية بلاوية بس مثل هيش مو مرقش علي اي لو انك انفرغ هنم السيارة عن رصيف دغري ما بطلعني بهالشكل ها 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 ما شالله عن هالظو ماضي الطعج تقوله نهار تاقيله لصاحبك حشاش الارقيلة وقل له والله بتارقل من برمين الاسبالة هاي المرأة لما تزاعل هي وجوزها وتنشر لواعيه ثاني يوم تور للبيع بحال الوكالة فيه بعض الخدوش مشال الحلال والحرام لعدم التفرغ او للسفر اني شايف ما فيش غلط يا يشمله العمدالة تحت يا يشيله البلوكات ويدفوش العمدالة وورا شوي طالب هندسة عنده تسليم مشروع الصبح حبيب انا مهندس احمد مطنوخ التك توك بس يجور عليه الزمان تاقيله لصاحبك المطنوخ اللي بعد ما فلس بطل حدا يقول له مرحبا بالله عليكمو نفس الحركة بس المشكلة انتو بتحبوا الاجانب شيه هاي المارسيدس لا تركت سيارات ولا بسكليتات وصارت تصنع حمير هذا ليس اعلان لشركة مارسيدس يا ليتا هو كان اعلانا ولا حدا يحكي عليه ولا تشلمه بجزل احمار مكسور او تعبان او مرضان فتحيي لهالزلم الطيب لم تمتلك السعادة فاصنعها بنفسك دي جي حجي كران ابو سعود لانك ذكرتنا انه محتوانه اخطاء هندسية هاي البنائي ناقصه عامود بالنص هايذا قلت له جدي شفت ابو فلان بيسلم عليك ليشو بيقراب له principle اكيد كل هالحديد دهم يعمروا شغلة كبيرة مثلا بدي يعمر طابق ثاني او غرفه مدي يجوز ابنه اكيد انتو مفاكرين انه الجسر واقع لا هذا مطب بس عغميق شوي قديش كان عمرك لما عرفتنه البنايات بنزرع زراعة اذا انك بنت تعرفش انه بنزل مقطع وزراعة بناي طابقين ولا ترى كثرة الحديد مثل قلته هذا الحديد وما كتوىك تضعه السمنت وهي صورة لشغل نظيف الله يعطيه ألف عافية نظيف 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 هاي يعني بعرفها بدون ما ينسأل حدا إذا ملاحظين أنه فيه انهيارات بالجبل ما فيش شي غريب بالصورة غير أنها مدينة حلامي وحلامك وحلام كل المتابعين هذول البنايتين في عندنا مثلنا السابور جيكويا هذة هن البناي اللي على اليسار حبت تستريح بس شوفوا ناشرين غسيل يعني بعدهم ساكنين طبيعي مش مهم شلون طلعت المهم شلون بتها تنزل هذا هو السؤال صاحبك لمصلح اللي عدته أغلى من حياته تحية هل عمام إذا عملت تجوة ولا برا نفس الإشي لا بيحجي الصورة ولا بيحجي الصوت يعني ما بحبش أحكي عن مصايب الناس الله يعين الناس وهو يعينهم على هالبلو بس اللي اشتغل الطابق الثالث هذا اللي فهمته أنه زلمة بخاف الله وبعده واقف الطابق يعني عادي هاي الغرفة اللي طايرة بدون عمدان أنا ما بعرفش بس هو سؤال للمهندسين اللي بتابعونا أحمد جاوبنا هاي الصورة من مرهف وبدي يقول لنا أنه صارت حالة عامة صراع الفصول وتحط المروحة والصوبية مع بعض والله الملعب فخامة صحيح أنه الأخطوط تبعاته معاقات بس بالنسبة للعب الحواري روعة أنتم فاكرين الخطأ أنه الغلط بين 4 و 5 طلوا على انعكاس الزرار كل انعكاس بوضعية بتحسوه جني إشي لفوق إشي لتحت شو أول مرة بتشوفه حنفية بتشخع مولدة كهرباء عادي لما تشتري واعي على الموضة هيش أبوك بشوفن عليك فلا تلوموا إذا ظلوا يصيح طبيعي رتشبت درابزيل للدرج بس ليش ملغط الدنيا بالدهان أول شي شلون عرفت أنه هاي صرصورة مش صرصور أنا بقول لك لأنهم دهنوها وهي بوضعية زائد 18 تستخدم برنامج جديد للمونتاج واللي ندني عليه التكتوك الراشد الراشد فبدي رأيكم بالتعليقات أتحمل عليه والله أرجع للبرنامج القديم لأنه رأيكم بيهمني طبعا يا شباب لا تنسوا تشتركوا بالقناة لايك للمقطع وشوفوا المقاطع السابقة ورأيكم بالتعليقات وأي حد بحب يرسلني صورة يرسلني على صفحتها على الإنستجرام شوفوا المقاطع الماضية وبس سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر